احتفالات الدول العربية والإسلامية بعيد الأطحى المبارك تباينت تبعاً للأوضاع السياسية والاقتصادية في كل بلد حيث ألقت الحروب وانعدام الأمن بظلالهما على بعض الدول التي لم تعرف للعيد فرحة هذا العام مزيدنا التفاصيل في التقرير التالي بثيابهم العربية يتوجه البحرينيون إلى المساجد لأداء صلاة العيد ثم يتبادلون التهاني والتبريكات بعد الخروج من المسجد مباشرة قبل التوجه إلى سوق المواشي لذبح الأضاحي وبدء الزيارات العائلية التي لا تكتمل إلا باحتساء القهوة العربية وفي تونس يستقبل التونسيون العيد بفرحة غامرة واستطلاق الأهل والأحبة والقيام بكافة شعائر العيد وبعض التقاليد الخاصة وعلى رأسها قيام النسوة بإعداد أطباق تقليدية خاصة بالأعياد تركيا الدولة الإسلامية لا تخرج شعائر العيد فيها بالطبع عن بقية الدول العربية والإسلامية إلا أن الأتراك يفضلون قضاء عطلة العيد خارج المنزل في متنزهات عامة تتسع لفرحة الكبار والصغار على حد سواء وفي مدينة القامش للسورية القريبة من الحدود التركية يصر المواطنون هناك على الابتهاج والفرحة بالعيد وممارسة كل شعائره على الرغم من التهديدات المستمرة لعصابة داعش الإرهابية التي تسيطر على عدة مناطق بالقرب من المدينة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولي أمر صالح يتق الله ويخاف الله ستتحقق أمنياتنا نحن أمنياتنا نعيش بكرام نعيش بأمان أولادنا يطربوا أحسن تربية يتعلموا أحسن تعليم بتمنى لسوريا كلها تتزدهر وفي إقليم كردستان العراق ألقت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها الإقليم منذ العام الماضي بظلالها على فرحة العيد حيث تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير ولم تعد الأسواق مكتظة بالمشترين أضف إلى ذلك نزوح مئات آلاف العراقيين إلى الإقليم بحثا عن الأمن الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب من قبل الحكومة العراقية والحرب ضد الإرهاب كل هذه الأزمات بدأت تثقل كاهل المواطنين لم أستطع شراء كل احتياجات أسرتي في عيد الأفحى بسبب تأخر صرف رواتبنا حيث لم أستلم الراتب منذ ثلاثة شهور أمنية في العيد تنتهي هذه المشاكل ونعيش في بلادنا في ظل أجواء مستقرة وأمنة أجواء العيد كانت حاضرة أيضا بشكل نسبي في العاصمة العراقية بغداد التي صلى فيها الناس صلاة العيد وذبحوا الأضاحي ونزلوا إلى الأسواق على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والمعقدة التي تعيشها المدينة منذ فترة طويلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر